وليس كثيراً ويذلك كنت أصدقى لأعمل أعمال الأعلى سطر التاريخ قصة ريشي سونك أولي رئيس وزراء بريطاني من أصل أسيوي نشأ في عائلة عاملة من أب طبيب وأم صيدلانية أهمها الأول التعلم ريشي أكاديمياً وحياتياً وأسس النجاح من عالم المال والأعمال ومنجزاته الشخصية انتقل إلى السياسة عام 2015 وتدرج في سلمها سريعاً ليصبح وزيراً للمالية في حكومة بوريش جونسون ويقود دفة اقتصاد البلاد في ظروف استثنائية بدءاً من تبعات بريكزيت وجائحة كورونا وصولاً إلى الحرب الروسية في أوكرانيا وما تلاها من أزمة غلاء معيشية غير مسبوقة بقيت عين سونك على الزعامة وساعده في ذلك سقوط بوريش جونسون السريع وإخفاق ليسترس فوصل إلى عشر داون سريت متعهداً بخمسة وعود ثلاثة متعلقة بالاقتصاد وإثنان لخفض قوائم الانتظار في المستشفيات ووقف قوارب المهاجرين لم يحقق منها سوى اثنين في ثمانية عشر شهراً أيام عصبة مر بها إيريش سوناك أغنى سياسي بريطاني وبعد أن كان الأمل المنشود في توحيد صفوف حزب المحافظين انقلب عليه المقربون وحاولوا الإطاحة به وكثيراً ما سمع الزعيم يعتذر عن أخطاء جل من لا يخطئ لكن إيريش سوناك وحزب المحافظين أكثر من أخطائهما في أربعة عشر عاماً من الحكم والناخب هو الحكم مصطفى زارو الحدث لندن ترجمة نانسي قنقر